بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تمنون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون من أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يد السبيل أدعوهم لآبائهم وأقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم أن نبي أولى بهم منين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معوفا كان ذلك في كتاب مصورا وإذا أخذنا من النبيين ميتاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميتاق غليب ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لكافرين عذاب نليما يا أيها الذين آمنوا اذكرون نمات الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلناهم ريحا وجنودا لم تعروها وكان الله بما تمنون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأفصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هناك كرسل يؤمنون وزلزل زلزانا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أليسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تنبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عادوا الله من قبلنا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله لراد بكم سوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا طب اعلموا اللهم وعوقين منكم والقائلين لإخواني من مم إلينا ولا والآيات لا يجدون البأس إلا قليلا نشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تبور أينوك الذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سنقوكم بأسنة حذاب نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يثيرا يحسبون الأحزاب المذهب وإيات الأحزاب يودون ومنهم بادون في العاب يسألون على انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إثوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأوا من أحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصبق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى عن حفا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبين ليجزي الله وادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا وأنزل الذي نظارهم من الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم رب فريقا تقتلون وتاتلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فأتعالينا أمتعكن وأسرحكن فراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله ودى على آخرة فإن الله أعدى للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من ياسم كن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلس من كن لله ورسوله وثم صالحا نوتها أجرها نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رسقا كريما يا نساء نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيت فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا مروفا وقلنا في بيوتك ولا تبرج نتبرج جاهل يتلون وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوت كن من آيات الله وحكمة إن الله كان لطيف خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجه والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مفرة وأجر عظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر لم تكون لهم خيارة من أمرهم ومن يصلى رسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يرقونه سلام وأعد له أجرا كريما يا أيها النبي وإنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعزاهم وسوك على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكتبوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن معدة ستدونها فمسعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي وإنا أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك امرأة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي لراد النبي ويسنكحها قال صتلك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما بلك سيمانهم كي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهم كلهم والله يلوما في قلوبكم وكان الله عليما حريما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا وجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعتم فانتشروا ولا هم السالسين لحديث إن ذلك كان يوزي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحي من حق وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهن من الله حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن توتوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا لا تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكة يمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغن اكتسبوا فقد احتملوا بهسانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أغناء يعفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا معونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتلاه سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة ستكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد له سعير القالبين فيها أبد لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوم في النار يقولون يا لثنا أطنى الله وأطنى الرسول وقالوا ربنا إنا أطنى سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا ربنا آتهم ضعفين من عذاب والعنهم لنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لما نتع على السماوات ورض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله منافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما